اشتركوا في القناة الفكابلوري اللي جاي على الوحدين مع بعض 15 و 16 بديتها موجودة ان شاء الله صفحة 286 بسمها محيمة على بركة الله نبدأ والجملة في شوز بتقولك اجابتنا هي شبه معنا الجملة الام شابة اصبحت في حالة من الاحباط بعد وفاة والعزو بالله اطفالها ننتقل جملة قامتنين بيقولك فيها جايب فراغ يا ترى شبه معنا الجملة حارس البنك تم طرده بسبب تصفحه لالنت اثناء وقت العمل هنا جايب معنا طري ده مش جايب معنا قتله بنكد على معلومة ان المفردات اللي جايه هنا على الفكابل اللي احنا شعرين عليه انت واخدها في الوحدات 15 بمعاني وهنا جايب انها لك بمعاني جديدة ننتقل جملة رقم ثلاثة بيقولك فيها بيقول شرم الشيخ شرم الشيخ بيقول شرم الشيخ بحيث معنا جملة يكون شرم الشيخ يعتبر لؤت لؤت المنتجعات في مصر كانوا طبعا اجمل حاجة فيها بيرل يجاوح سياحة في جملة رقم ثلاثة اربعة بيقولك فيها هى سوف يستخدم كل الحيال التي وجدت في كل الكتب او في اي كتاب لك يفوز بالمتش القادم اعزي اقول لك عزيب يعني هيعمل كل اللي عنده سوف يزو قصارجان كل حاجة تعلمها هيعملها بحيث النفوذ انا المصولة بكلمة خمسة بابا جاكس اول نموذج صنعوا بابا جاكس من الآلات الحاسبة كان هو تقدر تقوليه الجد ايه لكل الحواسب الآلية الحديثة طبعا المقصود بالحاسب الآلية والكمبيوتر يعني بابا جاكس من الآلية والكمبيوتر يعني هيعملها بابا جاكس من الآلية والكمبيوتر يستحركها مثل البارك دي هذا دليل طبعا على شدة استيابته او السرعة الشديدة اللي تحرك بها لكي ينقذ الفتاة الصغيرة من الغرق هيجا وحي صحيحة في جملة رقم سدة نروح اجملة رقم سبعة واللي بقول لك فيها ده معروف من الافلام اللي يعني بتشد الاطفال والليها علاقة بالسحر وما الى ذلك المهم ان هو بيقول لك ان هو ظاهرة هاري بوتر ده كان ظاهرة عظيمة جدا في مجال الكتب اللي تم نشرها للاطفال وباعت ملايين الكتب منها ملايين النسخ افوا في كل انحاء العالم ننتقل من رقم تمانية واللي بيقول لك فيها يترى ايضا هاربورز فورتز اجزتز ولا انترنسز عجابتنا هي فورتز شو ما معنى الجملة الحاسب الآلي الجديد بها الكثير من المنافز كلمة بورتز هنا بمعنى منافز التي يتم من خلالها ربط ان انت تربط بطابعات او حتى سماعات او اي اجهزة ممكن تضاف لهذا الجهاز تضيف له اسكانار تضيف له مع كل انفاء تمان بورتز هنا معناها الجديد منافز تسعة هنقول اتموسفير المقصود بها اني على الآباء ان يخلقوا مناخ من الهدوء والامان لابنائهم اتموسفير ايجا وصحيها في جملة رقم تسعة ننتقل لي جملة رقم عشرة واللي بيقول لك فيها هنقول ستورم شو ما معنا الجملة تعليقات السياسي خلقت عاصفة من الاعتراض في وسائل العالم ننتقل لصفحة 2087 عشان نكمل تدريبات صفحة 2087 عليها بدات جملة رقم 11 عشان بتقول لك ايو اصو جايف فراغ باي ذا نيو بوك ذات اي لست تراك اوف تاين ابزوربت اتاجد اتاتشد والاتريبيوتيد هنقول ابزوربت عشان معنا الجملة على بابها لقد هيمن علي الكتاب الجديد لدرية انني فقدت الاحساس بالوقت ابزوربت ايجاب واحساها في جملة رقم 11 تنجب لك فيها النظام التعليمي الجديد بسطة عملية التعلم الى درجة محددة هنقول دجري شو ما معنا الجملة النظام التعليمي الجديد بسطة عملية التعلم الى درجة محددة دجري ايجابة صحيحة في 12 درجة محددة ايجابة صحيحة في 13 شو ما معنا الجملة شهرة التلفاز ادت الى ان يأفل نجم الراديو كوسيلة من وسائل التسلية او الترفيه كلمة المعنى الحارفة لها كسوف او خسوف الكسوف والخسوف عبارة عن اختفاء مؤقت للضوء تحديدا ضوء الشمس طبعا وبيسمى برضو ايه للقمر وما الى ذلك بس طبعا القمر معروف انه جسم مصدم معنى معتم المهم فهنا معنا الجملة يبقى انه بقول افل نجمه افل كمنه اختفى زي ما قلنا او ما الى ذلك كليبس ايجابة وحيدة في 13 نروح ل 14 واللي يقول لك فيها معنا الجملة طبعا ايجابة بتاعتنا هناخدها ايجابة ايفل عشو معنا الجملة اذا استمريت في الاستدانة انك انت تسترف يعني كل ما يحدث هو فقط انك تؤجل اليوم السيء ايه اللي هيجى عليك المعاد ان انت تدفع كل ده ايفل بمعنى سيء او ردي 15 15 دانيولو دانيولو كمز انتو جاء فراغ يقول لك اعتقد ان الفلفل الحار وبعض التوابل بتضيف تاست اللي هو الطعم او النكهة وسخونة للطعم السخونة اللي هي طبعا هي تنامش معنى سخونة اللي هي درجة الحرارة بقى ان الطعام بقى يبقى حار ادي المقصود بها ايه هناخد تريت بمعنى متعة شو معنى جمنا على بعضها؟ عندما كنا اطفالا او عندما كنا صغارا رحلة الى الشاطئ كان بالنسبة لنا ايه المتعة المتعة الحقيقية ننتقل لجمنا لقم 18 واللي بتقول هنقول شو معنى جملة بعض مالكي المصانع يشتكون من ان البضائع رخيصة الثمن التي تم استرادها اغراقت السوق غرقية الدنيا يعني شوية بضايع حد تستورده كده شوية بضايع رخيصة من بره غرقت الدنيا فطبعا مصانع الناس ديها تأثرت فلوذينج تساطرش ذاك بفراغ بمعنى عرض عشو معنى جملة طريقة عرض الطعام في هذا المطعم جعلته يبدو لذيذا يعني الطريقة يعني انت ممكن تعمل له واحد كباب وتقدمه له الطريقة تخليه مش طايع يشوفه منك ممكن تعمله طايع ساندويتش طعمية يا سلام يتمنى يكله من ايدك عشو معنى عشو معنى ايه بقى فلاش فلاش يا العجابة بتاعتنا شو معنى جملة الاجازة بتاعتنا اللي احنا قضيناها ماشي بدت يعني ايه خلت كده ايه بقى لاحظك زي كأنك بتعمل كده بيدك عاملة زي البرق عاملة زي ايه بقى كأنك وميض يا دوب كده شوف الفلاش بقى انت بتعمله بالكاميرا كأنها خلصت زي الفلاش كده ما لحقتش خلصت بسرعة يا سلام لو كانت الاجازة طولت شوية ادي المقصود من الجملة ده هي اجازتهم خلصت في لمح البصر ده المقصود بي الجملة عندنا في جملة رقم عشرين بكده يكون انتهى اللي جاي وراء الوحدات خمستاشر وستاشر حدات مجمعة لكن ان شاء الله لسه لا يزل لدينا العديد والعديد من تجربات المراجعة لمنهج بتاعك مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مثل وسعزة مدرسة الشامة الثانوية للبنات محافظ الصلاة السلام عليكم الله وبركاته